بإطار تأهيل الوسط المدرسي استعداداً لفتتاح آمن لسنة الدراسية 2021-2022 أدى ولتقانة سيد المختار الحندى زيارة تفقد وطلاع لعدد من المنشآت التعليمية داخل مدينة تيججا الزيارة مكانة الوالي من معرفة الظروف التي سيجري فيها الافتتاح الدراسي هذه الزيارة عندها ثلثة هداف الهدف الأول هو أن نتأكدوا على أن هذه المنشآت تم إعدادها ما يتعلق بالنظافة للافتتاح الدراسي الذي إن شاء الله بعد أيام إلهي يخلق الهدف الثاني مولي التأكد على أن الطواقم المعنية بالافتتاح الدراسي موجودة على الميدان الهدف الثالث وكذلك مولي نشوف ذلك التطوع لقائمهم به منظمات المجتمع المدني والأهالي وكاتب آباء التلاميذ في إطار ضي النظافة الذهية وتأكدنا الحمد لله على أن من خلال على الأقل بعد مؤسسات اللي زرنا على أن تحضير جيد جدا لإفتتاح الدراسي عمدة بلدية تيججا ذمن الدورة التي قامت به منظمات المجتمع المدني في سبيل تنظيف مؤسسات التعليم داعيا إلى مزيد من تكاثف الجهود سبيلا للنهوض بالتعليم النظامي البلدية عبئت المجتمع المدني وعبئت المجالس التشاركية لتسيير المدارس من أجل نظافة المدارس قاموا بذل العمل وهم بالمناسبة شاكرينهم ولكن قاموا بهم العمل وراجعين منهم اللي واكبوا ذل افتتاح عن قرب هيك يتم في الظروف الملائمة رئيس رابطة آباء التلاميذ على مستوى إعدادية تيججا أكد استعداد الرابطة للمشاركة في كل مام شأنه الدفع بالعملية التربوية نحو مزيد من النجاح الولي كان مرثوقا خلال هذه الزيارة بحاكم مقاطعة تيججا والمدير الجيوي للتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي إضافة إلى القادة الأمنيين والعسكريين عبدالله والإسلام الموريتانية مدينة تيججا